السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبايا بكل مشاهدي قناة 3 everyday حلقة النهاردة ان شاء الله عن ازاي تحول الشطة او الفلفل الاحمر او التشيلي بيبر الى شطة مودر خليكم على هنتكلم بالاول بس عن هذا النبات الجميل اللي كتير من الناس مختلف عليه ناس بتقول مضر وناس بتقول مفيد بصراحة هو ليه فوائد وليه اضرار من فوائد الشطة اللي بعضنا قد يكون مش عارفة هي انه مقوي لعضة القلب انه مانع للجلطات خصوصا الجلطات الدماغية ان فيها الشطة فيها مضادات للاكسادة مضادات بكتيرية فبالتالي ينفع جدا في الاصابات البكتيرية للرئة والالتهاب الجوب الانفية الشطة ايضا مسكنة للالام وخصوصا الام المفاصل الشطة ايضا لها اضرار زي ما لها فوائد انما اضرارها مش جاية من تناولها ولكن الافراط في تناولها فاول شيء هو انها بتشعر بحرقة شديدة في اللسان والام في المعدة كمان ممكن تسبب اسهال شديد عشان كده ينصح بتناولها باعتدال ودي كانت مقدمة بسيطة عن فوائد الشطة واضرارها ودلوقتي هنتفرج ازاي نحول الشطة الحمراء دي الى شطة بودر خليكو معنا اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة